أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن البنك نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصري لتصبح الرائدة أفريقيا والأحدث تكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأوضح نائب محافظ البنك المركزي على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا لشرق الأوسط وأفريقيا أن هذا التطور انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو من عام 2023 دورة هامة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا برعاية الرئيس السيسي هذه هي الدورة السابعة والعشرون التي تسلط الضوء على مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال التفاعل والتواصل بين الفاعلين والمؤثرين في قطاع التكنولوجيا والاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في كبرى الشركات وذلك تحت شعار دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية تعمل في مجالات تكنولوجية مختلفة مصر شاهدت تحول كبير في الشمول المالي وحقيقي يمكن حاولنا الفترة اللي فاتت أنه احنا ندخل السلوشنس الخاصة بالإي بايمنت أو الدفع الإلكتروني ويمكن دي من الحاجات اللي دخلت على الشركة أو على شركتنا في الفترة اللي فاتت كانت جديدة علينا وبنحاول إن شاء الله كمان إحنا نصدرها للسوق الخليجي إن شاء الله كمان يمكن دي أول سنة أن إحنا بريزينت أبسن بنفسنا في مصر أول سنة ننزل قبل كده كان بيدوين بيزنس من خلال موزعين لنا من أكتر من 7 أو 8 سنين هو بالنسبة لنا إحنا بنعتبر ICT هو المدخل للماركت المصري إحنا عن طريق ICT نقدر نبروموت أبسن ونبقى هو ده الانتروديكشن للماركت المصري نقدم خدمات الاتصالات لأبراج الاتصالات الهاتفية الموبايلات بنقدم خدمات اللي هي الفايبر كابل، انفرستركتشر كامل، الديجيتال سيستم كلها بنشتغل عليها بنقدم خدمات الاتصالات حاليا برضو وطبعا شغلنا منتشر في الجي سي سي في الخليج العربي بالأخص وطبعا جلوبالي برضو حاليا انضمنا المعرض ده حاجة كويسة جدا، المعرض بشكل عام جامع ما بين شركات التكنولوجيا العالمية كلها المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يأتي على أولويات أجندة الدولة بتجارب شاهدة على تطور مؤسسات ووزارات الدولة للتسهيل أيضا على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر بالإضافة لتشجيع الشركات المصرية التكنولوجية على مواكبة التطور التكنولوجيا بالمعرض طبعا ده مهم جدا، احنا بقى دي تالت سنة أو رابع سنة لدينا في المعرض دايما بناخد بوث بنحب نتواجد في المعرض بيبقى شايفين الحاجات الفين تك الفين تك بقى فيري عجيال وفيري ديناميك دلوقتي في السوق فبنحب نعرف ايه الجديد ونقدر نشارك ونقول خدمتنا السنة دي اشتراكنا مع شركة سمارت اللي هي الشركة الأم اللي مسكة منظومة التموين والدعم والخبز والحاجات دي في مصر اشتراكنا معاهم برضو في المعرض بحيث نعرض خدمتنا الجديدة والحاجات النازلة جديدة منها الولت والموبايل أبليكيشن وهما برضو عندهم مشاريع مع تحصيل البترول في مصر الاي سي تي طبعا معرض من أهم المعارض في الجمهورية بيتم كل سنة لأنه دايما بيتضمن الانوفيشنز أو الابتكارات الجديدة لكل المصنعين عندنا في مصر الإلكترونية طبعا احنا بنتبنى أي ابتكار أو أي تصنيع حديث بوسائل التكنولوجية حديثة احنا رواد صناعة في LED lighting مثلا من 2015 المعرض يقام في مركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جهات حكومية وشركات تكنولوجية كبيرة تتزامن مع تنفيذ استراتيجية الشمول المالية ضمن رؤية مصر عشرين ثلاثين لتحقيق بيئة رقمية متطورة محمود جميل التلفزيون المصري